من جهته كشف ناطق باسم الرئاسة بالعيد محمد سعيد أن حكومة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تؤكد التزامات الرئيس في التغيير الفعلي والمرور نحو جمهورية جديدة وهو ما شدد عنه تبون أثناء أداء اليمين الدستوري كفاءات المعروضة الآن هي تمثل أو تعلن أو تعبر أو تؤكد أن الانطلاق التغيير الفعلي في المجال الاقتصادي أو التجسيد الفعلي للتغيير في المجال الاقتصادي قد انطلق الآن تبقى للوعود التي أدل بها السيد الرئيس الجمهورية أثناء الحملة الانتخابية والتي أكدها كالتزام النهائي منه أثناء أداء اليمين الدستورية ربما لاحظتم أن في هذه الوزارة فهوك الوزارة الجديدة هي المكلفة باسترقب هذا شيء جديد مستحدث جديد ويساعد الوزير المكلف بهذه الوزارة عضواني كاتب الدولة ووزير منتد